عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اجتماعها السابع والعشرين صباح اليوم بمبنى رئاسة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وبحضور أعضاء اللجنة وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البحري بالزيت والمواد الضارة حيث تم مناقشة بنود الخطة المرفوعة من المجلس الأعلى للبيئة إذ تم تكليف اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث من قبل مجلس الوزراء لدراستها وابداء الرأي حول ما تضمنته من بنود كما ناقش المشامعون الخطة الوطنية للوقاية من الإشعاع حيث تم الاتفاق على ضرورة اعتماد هذه الخطة وأخذ ملاحظات ومرئيات الوزراء الحكومية بعين الاعتبار والتعديل على الخطة المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الدفاع المدني كما أكد رئيس الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة اعتماد ميزانية من الحكومة الموقرة لإنشاء منظومة لمراقبة ورصد الإشعاع في المملكة وثمن رئيس لجنة جهود المجلس الأعلى للبيئة في مجال إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة وأكد ضرورة وجود خطط واستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة إضافة إلى أهمية عقد الاتفاقيات مع شركات متخصصة في هذا المجال وبناء على طلب هيئة النفط والغاز تم تقديم عرض من قبل شركة تطوير حول السلامة في مناطق التخيم حيث قدم ممثل شركة شرحا حول الأسس والمعايير التي يجب أن يتبعها المخيمون من خلال الابتعاد عن حقول النفط والغاز والأنبي بمسافات آمنة وفق متطلبات المعايير الدولية في السلام والأمن كما تترق الاجتماع لمناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص شروط السلامة العامة في محطات الوقود بحيث تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي الجهة المسؤولة عن هذا القرار مع توفير الدعم والمساعدة من أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث إذ تم إدراج مقترح برفع التوصيات والمقترحات في هذا الخصوص بما في ذلك عمل حملة توعوية لذلك وفي إطار الوقوف على الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة تم تأكيد على أن كافة الجهات المعنية على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ وقد أكد وكيل وزارة الأشغال أن الوزارة تعكف حاليا على وضع حلول جدرية ودائمة لأماكن تجمع المياه في مناطق المملكة المختلفة وخلال الاجتماع أكد رئيس الأمن العام أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة الظروف الطارئة وأهمية تكاتف الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي طارئ وسرعة الاستجابة وضرورة توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في تقديم الخدمات والمساعدة لحماية أرواح المواطنين والمقيمين والزائرين والحفاظ على ممتلكاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم مشيرا إلى أهمية الجاهزية العالية لمواجهة أي أخطار محتملة مرافقة للحالة الجوية السائدة ترجمة نانسي قنقر